تعرضت قرى حدودية في دهوك العراقية لقصف مدفعي تركي حيث استهدفت المدفعية التركية بخمس قذائف ناحية دركار الحدودية وكان مسؤول محلي قد أفاد أن مقاتلات تركية انشنت غارتين جويتين هذا ليلة الجمعة في محيط قرية كربل شمال محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مشيرا إلى صعوبة معرفة حجم الخسائر هذا بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة ونددت بغداد بالهجمات التركية واستدعت السفير التركي مرتين وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة